فعلا كان فيه عدد من التظاهرات النهاردة والأيام الماضية في جلاسجو من معارضين للسياسات البيئية مظاهرات ضخمة لمعارضين للسياسات البيئية الدولية خاصة ان الدول بتعمل حاجة بتقول انها هتتعاهد تأجي مثلا لقي الصين الصين قررت انها تزيد انتاجها من الفحم حتى انه في بعض الاماكن اغلقت بسبب التلوث ليه الصين بتزيد انتاجها من الفحم عشان تزيد انتاجها من الطاقة ومن الكهرباء ومن محطات الكهرباء اللي بتعمل بالفحم وده المشهد في الصين ده شكل النهاردة ده هذا وشكل وكالات الانباء شكل التلوث في الصين الصين رفعت انتاجها من الفحم بنسبة كبيرة علشان تقدر انها توفي سلاسل الانتاج ما انت عندك تضخم ودخلين على الشتاء فلازم يقفى توفير طاقة اكتر وتوفير كهرباء اكتر عشان الطاقة والتدفئة فقررت انها تزيد انتاجها من الفحم رغم ان ده ما كانش قرار موجود ولكن علشان هذا تبقى لهذا القرار الحقيقة انه هذا هو شكل التلوث والتلوث ده ما بيقفش عند الصين فقط او عند الدول المتقدمة فقط التلوث تدفع ثمن الدول النامية ايضا يعني الدول النامية ايضا هنا بتدفع الثمن وعلشان كده الرئيس سيسي في هذا المؤتمر قال طيب احنا مستعدين للالتزام ومستعدون لي ان احنا نلتزم ونخفض انبعاثتنا ونعتمد اكتر على الطاقة النظيفة ولكن من سيمول ذلك 46% من الملوثات البيئية تأتي من خمس دول خمس دول هي الدول المتقدمة هي الصين هي الولايات المتحدة هي اليابان والاتحاد الاوروبي هي الهند هي الدول النامية صحيح ولكن الهند والهند قالت لك انا على 2070 بقى ان شاء الله تقبلوني 2070